في الحقيقة دولة 30 يونيو أولت اهتمام قوي جداً بملف الصحة ومن اليوم الأول كان فيه توجهات من سيدة الرئيس بالاهتمام بهذا الملف خصوصاً فيما تعلق بدعم المستشفات الجامعية والحكومية ومبادرة التأمين الصحي الشامل الدولة المصرية قتعت شوت كبير وقوي في مبادرة مهمة جداً وهي مبادرة إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجرحية المبادرة دي تحديداً اشتغلت فيها مصر بجهد وحمس شديد ووصلنا لـ 2 مليون و222 ألف حالة في عدد كبير من التخصصات الطبية المختلفة يعني مثلاً تم إجراء 864 ألف 663 حالة جراحة رامة تم إجراء 689 ألف و162 حالة أسطرة قلبية وتم إجراء 88 ألف و622 عملية قلب مفتوح بما أننا نتكلم على لغة الأرقام التي لا تكذبها الحقيقة خليني أتابع مع حضراتكم كمان بلغة الأرقام عدد العمليات اللي تمت يعني من تكلم على 876 عملية زراعة كلها وأكتر من 20 ألف عملية أسطرة طرفية وبخصوص كمان جراحات الأورام فوسطت 148.906 حالات عمليات زراعة الكبد ووسطت لـ 1220 عملية مبادرة رئيس الجمهورية للإنهاء قوائم الانتظار شارك في تنفيذها بشكل مميز جداً الحقيقة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وأيضاً مستشفيات القطاع الخاص ده غير المستشفيات كمان التابعة للقوات المسلحة والشرطة ده نعيج بقى عن فكرة مهمة جداً وهي نقطة حتى يمكن معدل الانتظار لو نتكلم على معدل الانتظار على سبيل المثال في العمليات المتعلقة بالقلب أو الحالات القلب لا تتعدى الثلاث أسابيع وبالمناسبة يعني بالفعل في بعض المرضى يعني تم التواصل معهم يعني هم حتى ما بقوش حتى بيسألوا من كتر مفاقد الأمل على يعني خلفية إرث ثقيل جداً كان موجود في هذا الملف الحياة تم التواصل معهم وبالفعل لقوا كل الخدمات بتقدم لهم وعلى كل ده لسه مبادرة إنهاء قوائم الانتظار ما زالت شغالة على قدم وساق حتى الآن في دلوقتي خطة لتقليل معدلات الانتظار بشكل أوسع وأشمل الخطة دي هتشتغل عليها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة وحترتكز على محاور متعددة خصوصاً التخصصات الخاصة بجراحات العظام القصاطر القلبية من خلال أيضاً التركيز على مراعاة البعد الخاص بالتوزيع الجغرافي للحالات البعد الخاص بمعدلات إنجاز الإجراءات التدخلية والجراحية على مستوى محافظات الجمهورية وحيكون في إعداد تقارير متابعة دورية باللي تم إنجازه وتحديد الأعداد اللي تم إنهاءها وإعادة توزيعها على مستشفيات الجمهورية هذه كمان نقطة في منتهى الأهمية لأن هذه المغادرة بتعمل على ثلاث مراحل أو على أكتر من مرحلة كل مرحلة متعلقة بفكرة مهمة جداً وهي فكرة وجود قاعدة بيانات لكل المرضى إيه اللي بيحتاجوا؟ حتى المتابعة الدورية زي ما كان مصطفى بيكلم مع حضراته فيه لقطة كمان مهمة جداً الدولة المصرية حريصة عليها وهي متعلقة أكتر بتوجيه بينفذ دلوقتي عشان ثمار هذه المبادرة توصل لشكلها المثالي لكن مصطلح دايماً بنسمع عنه هي الحوكمة أو إعادة النظر في تشكيل اللجان العلمية لوضع ضوابط صارمة ومرأبة شديدة عشان إعادة تقييم التدخلات الجراحية الفرعية جوة تخصصات اللي بيتم العمل بها ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم لانتظار ودي نقطة مهمة جداً 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 على أي حال طبعاً هنتكلم مع حضراتكم عن هذه المبادرة بالتفصيل كمان ثمار هذه المبادرة بالتفصيل المراحل المتعلقة بهذه المبادرة بالتفصيل خلال حلقتنا النهاردة مرة تانية بنصبح عليكم جميعاً صباح الخير والسعادة صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة